قال لها رياض حتى أنا غادي ممكن تنضمي لي إسراء قالت لي لا بلا من برستك أنا غادي باش ناخد شي حاجة خفيفة ونرجع بالزربة رياض قال أولا ما غاديش تبرزتيني وتانيا ما كين علاش تستعجلي خودي وقتك وتغداي براحتك قالت لي إسراء أنا باش كنكون مشغولة هذه هي حالتي بعد الخطرات كن نستل ماكنا رياض قال هادشي ماشي مقبولة للا إسراء صحتك هي اللولة يلا هنتغداو ومنلي نسالي ونجيبو معنا لسلوة قالت لي إسراء أوكي نطلقها والتحت وهو يقول لها رياض فين غادي ها لسانسور قالت لي ما كنطلعش في لسانسور عندي فوبيا هو يقول لها رياض حتى أنا غادي نهبط معك في الدروش إسراء بقيت كتشوف فيه وثكتات وتمات نازلة وهو تابحة وصلوا لتحت وكل شي كيشوف فيهم ومتبع لهم العين خاصة من المدير اللي هابط من الدروش ومجمع مع إسراء والضحكة مرسومة على الموجه جاهم حد شي غريب حيث عمرهم شافوه كيدحك في الشركة ديما عاقد حجبانه القشفور قدام الشركة وفتح ليه الباب إسراء كانت غادة تركفت وموبيل ديالها ولكن أصر عليها تركب معاه وافقت ومشحل الباب لها بنفسه حتى ركبات عاد دار للجهة الخراء وفتح ليه الشيفور وطلح حداها دمار السائق وتموا غادين في صمت حتى وصلوا الوحدة الريستوراقي وهبطوا وتموا داخلي تلقى ليهم النادل واخداهم للطفلة المحتادة ضغيات حيث كيجي هنا بزا جر لها الكرسي وبتسمات ليه وقلساته واخداوا طلباتهم وقلسوا كي ياكلوشات دي الأطراف الحديث إسراء كتهدر على الخدمة وهو منتابه معاها وتايف ملاميحة وحركاتها وفي الجهة المقابلة في نفس الريستور كان جالس في الطبلة أربع ديالأشخاص ثلاثة درجال أمره كيتناولوا وجبتهم من بينهم كان آدم الإدريزي اللي منلي دخلت إسراء وهو انتبحه بعينيه كان كيشوف فيها بنظرة باردة ومدار احتردت فعل وما كانش متفاجئ بشوفتها حيث أصلا كان عارف باللي رجعت للمغرب لاحظات هاجر شوروده ودارت شافت فين كيشوف ولمحات إسراء وهي تصدم ممتيقاش باللي رجعت من جديد حتى قالت لأنها تخلصات منها وعمرها بقت بان قدام آدم استجمعات رأسها وحاولت تكتم غيظها ورسمات ابتسامة صفرة على وجهها وقالت ميسيو آدم ميسيو آدم شاف فيها آدم وقال شنو كاين هاجر قالت ميسيو أشرف كيهدر معك رجع كيهدر مع رجال أعمال اللي داير معهم غاداء أعمال كيهدروا وهو مخلزة بعد ما سهلاو ناضوا دكجو جرجال غادروهما اللولين عاد ناض آدم وهاجر وكانوا دايزين محدى إسراء اللي كانت في خضم الحاديث مهاريات شمات شي ريحة مغرباش عليها وتلفتات وهي تصدم وخرجت عينيها ما مستوعباش باللي آدم هو اللي دايز قدانها فاش شافته سارعات دقات قلبها حسات بحال ليلى بغي يخرج من بلاستو ولكن الصدمة الأكبر هي فاشر مقهى بندرة مستفزة وباردة وشد في إيد هاجر وخرجه من الريستو حسات بحال شي موس تغرس لها في قلبها وغرغره عينيها رياد كان كيهدر معها وما سمعت والو ودنيها تصمك ناضت كتجريل طوالات ودخلات وستدات عليها وانفاجرات بالبكاء توحشاته بلاقيه ومنلي شافته ما كرهاتش تجري عنده وتعنقه وتخشف أحضانه وتقول له توحشته وكنت عايشة في العذاب وأنا بعيدة عليك بقى تحاطة إيدها على وجهه ودموحها دايزين شلال ما قدرتش تنسى النظرة اللي رمقها بيها وإيد ديه اللي كانت شادة في إيد هاجر يكون زعمن ساها وعايش حياته كأنها عمرها كانت جزء منها كاع الأوجاع رجعوا عليها بقى تكتبكي مدة هاد استجمعات قواها ونادت غسلات وجهها وقدات الميكاب باشت ميبانش عليها باللي كانت تكتبكي خدات نفس عميق وخرجات وتوجهات عند رياض اعتادرات على التأخير وقالت ليه باللي خاصها ترجع للشركة شاف عينيها حمرين وصولها وقال ليها مضموح زال إسراء شي باس مكاين عملكي إسراء قالت ليه لا وعلو أنا غدا ناخد لسلوة شي حاجة ونمشي قال ليها رياض رافاش كنتي في الطوالة طلبت ليها الأكل أراها في السيارة يلا هنمشي هزدات إسراء ساكها وقالت أوكي شكرا تبحى رياض وهو كله تساؤلات على أشترا بحرة كانت عادية وقدضحك إيش نولي ترا حتى نادت كتجري ورجعت وعينيها حمرين باين كانت كتبكي بغي عرف أش بيها ولكن ما بغاشي حكر خلاها على راحتها طلعوا للتوموبيل والتاجه للشركة وكي وصلوا شكرات إسراء رياض وطلعت كتجري في الطوش وعند آدم اللي من بعد ما خرج من الريستو طلق إيد هاجر اللي كانت غتموت بالفرحة فشد فيها وطلع للتوموبيل وركبات حدا هاجر وديمارا للشركة وداز شهر سلوة كملاد تسجيل الألبوم وقربوه يطلقوه في الأسواق وإسراء في هاد المدة بقات مرك صغير في الخدمة كتشغل وقتها كامل باش ما تفكرش فيه ولحظات باللي الرياض كيحاول يتقرم منها في أي فرصة تحت ليه هي كتتعامل معها عادي وكتتهرم من تلميحاته اللي ديما كيبين فيهم باللي كتعجبه وهي مقرم عرأسها مستحيل ترتابط بشي حد ماذا ضربات على شي حاجة اسميتها المشاعر والعلاقات واليوم كينا حفلة من بعد المهرجان الدولي للموسيقى جاه الشخصيات والمشاهير حاضرين فيه واحترج الأعمال والناس الهار إسراء وجدات رأسها ولبسات طلعات وتوجهه القاعة اللي فيها الحفل دخلوا وبانت ليهم القاعة كبيرة وعامرة أكترية الناس اللي حاضرين تم ما كتعرفهم إسراء كانوا الطبالي عالين وكلها مجموعة دايرة على طبلا هازين مشروبات وشي مجمع معا شي بقات إسراء كتقلب على الطبلا اللي فيها رياض احتى باليها واقف ودير ايديه في جياب شدات في سلوى والتاجهات اللي عنده كان كيهضر وغير المحا وهو يتوقف بقى كيتأملها من راسها حتى لرجليها كل نهار كيزيد من بيهاره بجمالها وشخصيتها ودكشي اللي كيحس بيه تجاهها فات الإعجاب سلمات إسراء وحتى هو بدوره سلم عليها هي وسلوى وبقى واقفين ومجمعين ورياض محيتش عينيها لإسراء من اللي دخلات وخاك يكوني هدر مع شي حد كيبقى يشوف فيها وهي قاعمة من تابها ليه واللي داز من حداها من ما عارفها كتعرفه على سلوى توقفات سيارة قدام الباب الكبير ديال القاعة خرج الشيفور بسرعة وحل الباب وانزل آدم وهبطات حتى هاجر موراه ادخل بلا ما يتسنها وهي تابعة الناس كيلقوا عليه التحية وكيرد عليهم وداز ومشى وقف في بلاسة معزولة هز مشروف في ايده والتليفون في ايد الخرى كيت طال على شي حاجة حتجات وقفات حدا هاجر كانت إسراء واقفة مع سلوى حتجة شي حد عن نقها من اللون تخل هات وهي الدور بان لها هشام وهزات ايدها وخبطاته رياض خنزر فيه وهو عارف باللي هو صديقها ولكن ما عجبوش الحال يدير هديك الحركة قالت إسراء خلعتيني هشام اضحك وقال آسف حبيبة وهي تقول إسراء إلا باقي عوتيها غد انت فخويا هشام شاف سلوى أحلف أمه وقال واو شكون هاد الحورية ما تقولوش لي يرها سلوى صاحبة الصوت العدم سلوى الضمجات وحضرات رأسها وهي تقولو إسراء فرق عليك البنت وصير عن نبف شي قنت آخر قال هشام اديها فراسك ما هدرتش معاك سلوى مبروك الألبوم قالت الله يبارك فيك آدم من من هاد الأجواء وقررين شي تمدايز من حد الطبلة اللي فيها إسراء ولكن ما شافهاش وهاجر بانت لها وهيت كحل بالعمى دارت بتسامة استهزاء وقالت واش المناجر إسراء هادي ولا كتبت؟ إسراء سمعت اسميتها وهي تلفت جهة الصوت وآدم بدوره سمع اسمها ووقف دار وجات عينيه في عينيها الوقت توقف بالنسبة لهم بجوش كل واحد فيهم كيشوف الآخر حتى نطقات هاجر وقالت وهي متأبطى دراع آدم قالت وغبورات هادية مضموزة الإسراء هي رجعتي للساحة إسراء بقات كتشوف إيدها اللي شادة في آدم واستجمعات قواه وقالت أنا دي مكينة غير خديت راحة ورجعت أقوى وهو يقول هشام موسيو الإدريسي شحال هذا ما شفناك؟ جاوبه آدم غير مع الخدمة وصافي هشام قال آه نقدم لك سلوى الفنانة الجديدة اللي اكتشفت إسراء ألبوم ها غادي يخرج لأسبوع الشاي آدم شف إسراء ورجع شف سلوى وقال متشرفين وهي دقول سلوى شرف ليا رجع عندهم رياض بعد ما كان كيهدر معاشي رجال وقف حدا إسراء وشف آدم وقال موسيو الإدريسي هنا آدم جاوبه ببرود وقال له السل عثماني قال رياض مبروك الفرع جديد وهو يقول له آدم مبروك الأرتيست الجديدة ابقوا كيهدروا مع بعض ببرود وبين فيهم واحد محامل آخر آدم عرفه باللي هو اللي كان معه هذك النهار ورياض حتى هو عارف باللي إسراء كانت معاه العلاقة من النهار واللي مهتم بيها ابحث على كل ما كيخصها عائلتها وخدمتها وحياتها الشخصية وتم معرف بعلاقتها مع آدم ولكن مهتمش قال ماضي وسالة إسراء ما بقيتش قدرت تحمل كتر وقررت أنها تنساحل يلا دارت بغت تمشي وهي تعرضت لها هاجة رجلها جات ضايحة وشدها رياض في آخر لحظة كان محاوط خسرها وتعيه في عينيها هذا مسعر وذاك السكون اللي كان في الداخل ديانو نفاجع يلا شدت توازنها وبغت تحيد إيد رياض وبانت لها إيد دازت من حدوجها وجات في وجه رياض حتى اطلقها بلهواه تلفتات وبانديها وجه آدم ما كيبشرش بالخير وعلامات الغضب بين عليه شد في إيدها وجرها والناس اللي في القاعة كيشوفوا كل شي موجه نظاراتهم الجيهتهم ابقى غادي بها وما تصوقش لشي حد حتى اخرج من القاعة وشاف الشيفور وجاب ليه الطموبيل بخطة هي كتحاول تنطر إيدها منه وكتغوط ولكن هو ما تزحزح شو ما هدرش كيشات الطموبيل حل الباب أخبطها فيه الداخل واخدست وارت من عند السائق واركبه كثيرا وفي القاعة رياض مسحفه مو من الدم وكان غادي يخلط عليهم احتى وقفه هشام وقال له لم يدخل أما وحد هاجر الفقصة وصلت لها العروق سلوان قت غير كتشوف ما فهمت والو استأدن هشام وجر معه سلوى ووصلها لدارهم بغاية تسوله ولكن ما قدتش وسكتات وحتى هو كان غادي سايق وكيفكر في إسراء ايش غادي ترى معها وعند آدم اللي سايق بالجهالة عاقد حجبانه ووجهه حمر وهروقه من فوخين شوية كانوا غادي تردقه كارز على البور إسراء بقى تساقلة وتلفتات مع عرفات أشدير واش تهدر معاه ولا تسكت حسن حيث الحالة اللي كان فيها كتخلع عمرها شافت ومحصبها بقاتش حال ساكتة وهي تقول له فين غادي رجعني في حالي خليت سروى غير بوحدها آدم ما جاوبهاش قالت قلت ليك نزلني فين غادي بياه وما جاوبهاش تاني آدم قالت آدم راكنها دار معاك دار خنزر فيها ورجع شاف قدامه مركز مع الطريق ما جاوبهاش وهي من بعد ديك شوفها تدات فهمها حتى تشوف فين آخرتها رجعاتك تشوف قدامها وكيبان لها خرجوا من المتينة وغير لخلا شوية دخلوا في طريق الغابة ابقى وغادي نشحال عاد بانت ليها فيلا كبيرة شاعلين فيها الأدوار ادخل مع البوابة الرئيسية ووقف جا عنده بوديغارد وخدمت عنده السوارف داره ووحل عليها الباب وجرها بقوة وتموا داخلين مع باب الفيلا ابقى جا راحت وصلوا لوسط الفيلا ونطرات إيدها منه وآدم واقف قدامها حاط إيد على خسره والتانية كيحق بها على جبهته هزيت راسها وشافت فيه وقالت فين حنا ليش جايبني هنا هز عينيه اللي كانوا حمرين كيجمل وبقى كيشوف فيها عاب ستوعب أشدار محش على راسه إمتى وكيفش حتدار هكا علاش خرجها من الحفل علاش خلى شعوره يتحكم فيه غيرته فضحاته وماقدرش يشوف داق المنظر ديالها وهي بين إيدين راجل أخر وقدام عينيه ديك الساعة مافكرش بعقله حيت قلبه واللي تصرف ولكن هي ره سمحات فيه ونساته إذن علاش هو باقي متشبت بهاد المشاعر اللي خلاوه ينسكي برياؤه ويتصرف بلمع يفرقه أبقى ساكت مدة عاد داز من حداها ومشاجهت الباب وحلوه وشاف فيها وقال خرجي قالت شنو؟ وهو يقول قلت ليك خرجي سيري في حالك إسرقت صدماته وقالت وعليش جايبني من أصله أبقى آدم ساكت وتمات غادة بغت تخرج يلا فاتو وهي تسمع صوته قال سنين وصلك قالت ليه ما توصلني من وصلك نمشي بوحدي غوت حتى تزعزعات وقال قلت ليك تسنعي أنا غادي نرجعك مشات إسراء وقفات قدامه وقالت ما تغوتش عليا أنا ما قلت ليك تجيبني انت جريتيني بالزز قال ليها آدم أبلا كترت الهضراء سنعي هنا أنا غادي نجي ونوصلك قالت لي ما بغيتش خلاها كتهضر ومشي طلع في الدروش ودخل الغرفة دياله وصدروك يتهز ويتحد كيحاول يضبط رأسه وما يتسرعش خالغ سل وجهه بالمل بارد وحيد الفيستا وبقى غير في القانيجة امسح وجهه هز التليفون وقال للجارد يجيب الطموبيل عاد تم نازل مع الدروش بانت لي إسراء غادة جاية محيدة لكعبة ديالها وكتسرح في رجليها اللي ضروها ابقى كيشوف فيها كيطلح ويهبطها هو ما ينكرش باللي توحشها خرج من سهوته فشافته وتم جاي جهتها لبسات حذاءها وحضرات رأسها كتلعب إيديها داز من حذاءها وقال تبعيني قالت هذا ماله مشات تبعاته وطلع في الطموبيل وحتى هي ركباته كثيرة وبقى غادة في الطريق والسكوت مالي الأجوام حتى واحد فيهم مهدر كلها مدابس مع أفكاره كيتساءل ايش كيدور في رسلاخور وبعد مدة وصل لمدينة وهي تقول إسراء صافي نزلني غير هنا غدا نشط تاكسي آدم ما جاوبهاش قالت لي راني هدرت علاش كتجاهلني آدم قال ليها أحسن حاجة تديريها هي تسكتي ما بغيتش نسمع صوتك قالت من لي ما بغيش تسمع صوتك ولا تشوف وجهي علاش جايبني معاك ومجرجرني هادة جرجيرة بقى ساكت وما جاوبهاش وهي بغيت تنفاجر ما قد داتش تحبس دموحة ما زال طريقة اللي عاملها بيها والبرود اللي فيه درها في خاطرها وخعر فرأسها غالطة في حقه ولكن ما استحملاتش عاملها هكا وكأنها لا شيء وقف في الصطوب وهي تحل الباب وبقات غادة كتزرف خطواتها بغت بعد ما أمكان باش ميشوفش ضعفها ودموحها طريق كانت خاوية حيث كان وقت متأخر من اللي وقليل فين كيدوزوا السيارات وبنادر ابقات غادة وشاد دف وستانها باش ميحكلهاش احتى تجرات من إيدها بالجهد وتخبطات مع صدر هزايت عينيها فيه وكانوا عامرين دموع ونيفها حمر وهو كان ناوي غوت عليها ولكن ضعف فاش شاف دموحها وشفايفها كيرجفه محش على راسه حتى طار على شفايفها وحاولت خسرها بإيده وانخرى دايرها مورا شعرها حاولت نضطر منه ولكن كان حاكمها مزيان قاومات في اللول ولكن استسلمات لمشاعرها وتجاوبات معها بقاومت دوهم ما لدك الحال حتى تفكرات القبلة الأخيرة لهم وأشطرة من بعدها وحياتهم اللي تقلبات وهيات بعد ودارت وبال لها تاكسي واقف ومشات كتجري ركبات فيها وزادت أما هو فتح عينيه كيحاول يستوعب أشداد المرة الثانية مشاعره كيتحكموا فيه نهده بخا كيشوف في التاكسي اللي ركبات فيه حتى غبر ورجحت التموبيل دياله وبقى واقف كيتفكر أجداز هزئي الدود رفق التموبيل بالجهد وبقى محنة كيتنفس بالجهد ومشافتح الباب وطلعوا ذات ومن بعد أسبوع عند هاجر اللي قالصة في دارها وشادت صورة ديال آدم وكتفكر قالت آدم حبيبي أنا ديالي واللي جات في الطريق غادي نقتلها نقتلها إسراء المرة اللولة فلتي منها ولكن هاد المرة غدا نحيك وتفكرت هاجر واحد المرة خرجت إسراء من مكتب أهدام ونزلت في الدروش شافتها وهي تقول هادي مال هادي ما كتنزل في الدروش علاش ما كتركبش في المسعد قالت لها السكرتيرا آه آنسة إسراء عندها فوبيا من الأماكن المغلقة وهي تقول ضحكات وقالت أخيرا لقيت طريقة هنيني منكا ميس إسراء وهاد المرة في خطرة شافت في الساعة ولقاتها الثمانية ديال الليل وهي تقول غدا نتهنى منك اليوم نيت خرجت من دارها ومشات نيشا لسويفت دازت للمكتب تزيانة ومن بعد هزات التليفون ودوزات أبل إسراء جاوبات إسراء وقالت المناجر إسراء يوسفي شكون معايا هاجر قالت آنسة إسراء أنا هاجر قالت لها إسراء هاجر وهي تقول هاجر آه هاجر المساعدة ديال ميسيو آدم الإدريسي عرفتيني إسراء قالت آه معلوم عرفتك كين شي مشكيل وهي تقول هاجر الصراحة عندي ليك شي هادر على ميسيو آدم ضروري خسني نقولها ليك إسراء قالت آدم مال آدم وقعت لي شي حاجة قالت هاجر لا هو بخير ولكن خسني تلقاك ونهضره أنا غدا نتسنك في سويفت آجي عندي دابة وقطعات وضحكات ضحكة شريرة إسراء كانت قلسة في كافي وخدامة في الآيباد احتجها اتصال وما فهمته عالو إيش عند هاجر ما تقول لها على آدم خرجت من الكافي وركبات في سيارتها ومشات نيشان لسويفت كيف وصلت دخلات وطلعت في الضروج وصلات وهيت باليها هاجر ومشات عندها قالت آدم معلو هادري هاجر قالت لها شش أجي لهنا ونهضره ليس معناشي واحد جراتها لداخل حتى باب المسعد اللي كان محلول وهي تقول إسراء شنو كاين هادري دغية هاجر قالت ليها اللي بغيت نقول لك هو فرقي عليك آدم هو دابك يبغيني أنا بلاش ما تبقى يدوري بيه قصتكم سانات هادي عامين إسراء قالت كيف عاش هاجر قالت ليها كيف ما سمعتي آدم ديالي وما غنسمحش ليك تخربي دك الشي اللي بنيت هادي سنين سمعتيني ضحكات إسراء وقالت عرفتي كنش فق حليك كتبقاي فييا بزاف كتضليت ترطاي وهو ما دايهاش فيك عرفتي علاج حيث آدم كي بغيني وخا ما عرفتش حال متفرقه دك الشي اللي بيني وبين آدم ما يمكنش وحدة بحالك تمحيل سمعتي حيدي من قدامي هاجرت عصبات وعروقها بانو وبدات كتغوت قالت بقاش من حق راجعة دابة مورة عامين كتقولي كي بغيك شدات في كتاف إسراء وقالت آدم انساك كيشوفك كيندم على النهار اللي عرفك فيه كيكرهك غوتات إسراء عليها وقالت تلقي مني واش تصطيتي وهي تقول لها هاجر أنا غدا نقتلك ونتهنى منك آدم ديالي غوتات ودفعت إسراء في المسعد وستات عليها هزات التليفون وصونات الواحد في الصيانة كانت دورات معاه وقالت ليه يوقف المسعد ويقتعده وضحكت هاجر وقالت دابة آدم غيشوفني غير أنا خرجت من سما ومشيت للكلوب اللي كيكون فيه أهدم كيف دخلات وبال لها مشات عنده جلسات حداه ولاحت إيدها على فخده وهز فيها عينيه ويا تقول له هاي آدم هز إيدها ألاحى وهز كاسه تاني كيشرب وقال يا كلاباس قالت ليه هاجر آدم ما لك طال عليك الدم تاني من هار رجعت هاديك خيتي تاني واللي تغير مع الصب آدم تلفت ليها وباين عليه مع الصب وقال كان قول لوالديك دخلي سوق راسك من إيمتا واللي تيك تقولي اسميتي حرفيا رجعت حطت إيدها تاني وهي تقول له إيه وصافي حتى لإيمتا غدي تبقى دافع ليه كبير حنا بجوج عارفين شحل تبا غيني هز آدم إيده وحطها على وجهها حتى كيحساب ليها مشا معها هفدك شي اللي بغاد أوهو يصرفقها معها حتى تلاحظ قال ليها ما عنديش مع العفن تهزي من هنا قبل ما ندير فيك شي حاجة الحد الآن ما بغيتش نمد إيدي على مرة انتي ما تروضة غدا دوزي خودي حسابك غدا دوزي خودي حسابك كاس ما خليتين نعقلوا عليه تفو هز كاسو شرب دك شي اللي بقى وتمغادي وهي تغوت له قالت آدم تلفت ليها وهي تغوت آدم تلفت ليها وهي تقول له ما تروضة مورة هد شي كامل كتلوحني بحل الزبن أنا مشات شدت ليه في الشميز وقالت عرفتي شنو درت حل قبلك أنا فارقتك حل هاديك خيتي أنا اللي انشرت التصاور ولكن رجعت رجعت وبغدت أخذك ليا وشافت ليا في عينيها وقالت أنت ما زالك تبغيها ولكن صافي تهنيت منها غتكون ودعات دابا وضحكات هدرتها خلات آدم مصطوم كيفاش المسبب في المحنة دياله هو هو إسراء كان غير حدا وفي جنبه عامين كاملة وما قدرش يعرفها من اللي سمحها قالت غدا تكون ودعات دابا شنق عليها وقال آيش درتي الإسراء نطقي كيغوت وهو مزير على عنقها وهي تقول له كيعجبك العنق أنا كان حماق علي زير عليها كتر وهي تقول له أنا قتلتها غتكون دابا تلتاقط أنفاسها الأخيرة في هاداك المسعد فين بدات قصة الحب الفاشلة ديالكم في سويفت آدم اسمع حضرتها وتصدم ما كانش متوقع منها هادشي كامل زير عليها وهزها احترج ليها بدأو كيلعبو في السماء وعينيها خرجو وقال ليها غن ندمك غن ندمك على هادشي اللي درتيه سمعتي غنقط لك بإيد ديه إلى وقعات الإسراء شي حاجة طلقها وطاحت في الأرض وخرج كيجري اركفته موبيلته كثيرة كان غادي بسرحة وكيسب في الطريق بغيعة يطليها وما عندوش نمرتها جديدة تعصب وبدأ كيسب وزاد كثيرة كيف وصل حبس الفران انزل كيجري ودخل سويفت كان الدو مقطوع مشا كيجري المكتب الزيانة والقاخيين مركن وشاد التليفون مشا شنق عليه وقال له هادي هي الخدمة الكلب دابة شوف المسعد فين واقف لاخر بدكي قف قف قال لي المسعد في الطابق العاشر آدم قال الدو دابة يرجع طلع آدم فدروش كيجري وكيف وصل مشا لمسعده بدكي عينه إسراء إسراء حبيبتي كتسمعيني وعند إسراء اللي طاحت في المسعد فنش دفعاتها هاجر بقات كتغوت وكتقول حلي عافاك حلي عافاك وبدأت كتضرف الباب وكتقول حلي علي تخنقات تخنقات وحطات إيدها على عنقها كتحاول تطلع النفس وكتضرف الباب بدات كتبكي وبقات كتضرب حتى تسالة لها الجهد قلسات كتبكي بصوت خافت وكتحاول تنفس بقات على هاد الحال حتى سمعتش حد كيعيط بسميتها بقات على هاد الحال حتى سمعتش حد كيعيط بسميتها وكيقول لها إسراء حبيبتي كتسمعيني إسراء غنخرجك دابة حبيبة غير صبري سمعت الصوت وعرفات وآدم وبدأت كتبكي بالجهد وقالت آدم حل علي آدم سمحها وقال إسراء انت بخير قالت آدم ما بقيتش قادرة عافاك حل علي الباب ما زال ما كملتهاش ورجع الضو وناضت وقفات وتكات على الباب آدم غير شاف الضو ورجع وبرك على البطونادي المسعد وهويت حل بانت له إسراء وجهة صفر ومنلامحة دابلين ودموحة دايزين جرها وخشاها فيه وعنقها وزير عليها وهي غير كتبكي قال لها سافي أنا معاك دابة وقدوز إيديها لشعرها أما هي وهي تقول بغاد تقتلني يا آدم قال آدم شت حتى واحد ما غيقدر يقاديك محدني حي سمعتيني بعدها عليه وشد فوجهها وشاف بعويناتها اللي عامري مجموع وقال حركات إسراء رأسها بقاه وعودت تلاحط عليه عن قاتو وزيرت عليه وحتى هو دار نفس الشي وقالت توحشتك باس رأسها وقال لها أنا كتر بقاوها كاك شوية من بعد بغاوين الضو شافها آدم ما قادراش تمشي وهزها بحال البيب وهي تخشت في عنقو وغمضات عويناتها مشلت توموبيل وبغي حطها لقاها نعسات بقا كيشوف فيها كيشوف بالإنسان اللي حمقاته خلاته بالعقل هاد العامين أها هي تاني بنئديه ومعاه وعط وعد لراسه مع عمره يعود يفرط فيها وخاه هي غالطة في حقه ولكن عشقه ليها كان أقوى حطها فطو موبيل اللور وطلع دي مارانيشان الفيلا ديالي وصلوا نزلوا هزها وطلع البيت حطها حيد لها الصبات وغطاها وبقى جالس كيتأمل فيها من بعد مشال البيت هاخور ودوش وبدل عليه ونزل المكتب دياله وقلس كيفكر عشنو غايدير مع هادي اللي حاولت تقتل إسراء وإسراء اللي خلاته ومشات وضغيان ساده من بعد مخدم شوية وطلع طلع على إسراء لقاها ناعصة وباسها في جبهتها ومشال بيته ونعز الصباح فاقت إسراء ابقيتش حال قلسحت استوعبات دكش اللي وقع لها ولكن غير تفكرت باللي هي في دار آدم وبانت الضحكة على وجهها دخلت الحمام ودوشات ودارت عليها فوضة حلات الماريو ولقات غير حويج رجاليين خدت تي شيرت لبساته وجاها بحل كسوة نشفت شعرها وخرجت من البيت ونزلت لتحت بالليها آدم قالت كيف طر وشات التليفون في إيدي نشات حتى لحده ووقفات هز فيها عينيه وتصدم رجليها عريانين وتي شيرت طايح على كتافها وجهها ما فيش الميكام كتبان كيوت قالت كتفترب وحدك آدم كان حال فمو فيها حتى هدرات وفيقاته وهو يقول قلسي فطري باش نوصلك مشات هزة التوست اللي عنده وعدات منه قالت أنا ما غاداش من هنا هزة كاس ودل حاصير وشربات منه هو بقى غير كيشوف هزدك الشي كامل دياله وحطو لها وهز توست وكب ليه كاس ديال العاصير من جديد قالت ما غنمشيش وحلات ليها وبدت كتكوح هز آدم كاس ديال ما وعطاه لها وقال كم لي ما كلت قعد هاضري بقيت كتاكل هو كيشوف في التليفون ومرة مرة كيسرق شوف حتى وقف وهي تقول له فين غادي قال الخدمة وحتنتي غادا يلا دار عطاها بضهرو تم غادي وهي تقول له من لي ما بقيتش كان همك علاج جيتي عندي البارح وقفش حال وبقى ساكت وتلفت عندها وقال أي واحد في بلاستي كان غايدير نفس الشي قاطعته وقالت أي واحد كان غايعنقني ويقول لي يتوحشتك جا قرب ليها وباينة فيه بدك يتعصب قال انتي اللي اختارتي تمشي نسيتي ولا نفكرك من أول مشكل استسلمتي ومشيتي كملت حياتك مع واحد آخر اسراء بدأت كاتبكي وقالت في نظارك كانت ساهلة عليها نمشي كل نهار كانموت ألف مرة من لي كانت تفكر باللي ما نقدرش نشوفك ولا نعنقك وننشم ريحتك كرهت الخدمة اللي فارقاتنا كرهت راسي وكرهت حياتي تمنيت الموت ولا العيشة بالأبيك وما كملت حياتي معا حتى واحد أنا حياتي أصلا عاد رجعت لي البارح من لي عن نقطيني وشميت ريحتك وبالصح معاد كان سبب من الأسباب اللي خلاوني نرشع لخدمتي آدم عافك ما تزيدش تحدبني كتر والله حتعييت ما بقيتش قادرة نصبر كتر نموت وما نعيش بلا بيك آدم بقى كيتصنط وحاضي دميعاتها اللي كينزلوا على قلبه بحال الحجر وما بقاش قدر يزير راسه ويزيد يبعد عليها قالت آدم هدار قول شي حاجة قبل ما تكمل هدرتها تلاح آدم على شفيفها كيقبل فيهم بشوق وهيت جوبات معاه دموحة ما زال دايزين بحدها عليه وبازها في جبهتها وعاود بازها فمهو عن نقه وقال كانوا بغيك غير سمعته إسراء وزيرات عليه وبقاوش حاله وما معانقين ما بقاتش بغا تطلق منه إسراء وهو يقول إسراء قالت قال ليها غالبقوا واقفين هكا هزا ترازه وشافت فيه بتاسمات ونزل عندها بازها وطلقات منه ومشات كتكمل فطورها وجاقلت حدها وهي تقول له بغيت نسولك على هاجر آدم قال أنا غنتكلف بهديك كوني هاني أصلا البارح تردتها إسراء قالت ما عرفتش كيفاش قدرات تدير حاجة بحال هادي آدم دوز يدع لحنكها وقال أنا معاك دابا اللي قرب ليك نسني بتاسمات إسراء وقالت ما مطيقاش انت معايا دابا اضحك كجر اللي ها حنكها بالجهد وقال دابا طيقي وهي تقول آح غير بالشوية قالت شنو غنديروا دابا آدم قال غنمشيو الخدمة إسراء قالت لي ضروري زعمال الخدمة اليوم قال ليها آدم أوكي ما نمشيوش وشنو نديروا إسراء قالت غادي نبقاو هنا غير في الدار مشيت هزات تلكومونت وثلاحة حدا همتكيو على صدره هز إيد ديه كيدوزها على دراحة وهي يعقلها مع الدرفين كتقلب حتى لقات فيها وبقاو كيتفرجو شكرا